السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة خمسة نيسان إبريل وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا القمر رح يكون موجود في الدلو وفي ساعات الظهر تقريبا يعني ما قبل الظهر بشوي بتوقيت جرينيتش رح ينتقل لبرج الحوت يعني الساعة 11 و12 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش بانتقل القمر من الدلو للحوت ورح يظل في الحوت لظهر يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزل إلى الخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و10 دقائق من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته اليوم منشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها منود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها أو أول انتقال هو انتقال كوكب الزهرة لبرج الحمل الساعة أربعة صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل كوكب الزهرة من برج الحوت لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل حتى يوم الاثنين تسعة وعشرين أربعة تمام الساعة 11.31 دقيقة ظهرا خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين اليوم خمسة أربعة وحتى تسعة وعشرين أربعة بيشعروا موليد برج الحمل بتحسن بيظهر على مظهرهم وبرضو بيشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائهم معهم برضو منهم أشخاص ممكن يبدأوا بعلاقة عاطفية جديدة أو يعززوا العلاقة القائمة إذا كانوا راضين عنها وبيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج النارية الأخرى اللي هم الأسد والقوس والهوائي اللي هم الجوزة والميزان والدلو وكذلك كل شخص لما انولد كان كوكب الزهرة موجود في برج الحمل ساعة ولدته طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة وفيها شرح كامل لكامل التفاصيل وتاثيراتها الإيجابية على جميع الأبراج بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا في الأعمال التجارية بصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة ورح يستمر لغاية الساعة 11 و12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الحوت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و12 دقيقة ظهرا القمر خلص بنتقل بيستقر في برج الحوت عشان هيك بصير الجانب الروحي بيلعب دور مهيمن علينا في هاي الفترة منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاجلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويذرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهاب أو التهرب من العمل أو بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الأطراف يبدأوا علاقة حب جديدة ويمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا القدمان أصابع القدم والغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم لشان هيك الفترة هاي أغلب الناس يابع يشعروا بالألام أكثر من المعتاد يابع يصير عندهم نوع من أنواع الأرق أو القلق وقلة النوم والكوابيس وأضغاة الأحلام بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 28 دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و24 دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم ساعة 11 و19 دقيقة فجرا بصير 26 يوم نسبة الإضاءة 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 15% الآن ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ساعات الظهر ورح يظل في الحوت ليوم سبعة أربعة منتحس الآن بنسبة 25% ساعات الفجر سعيد بنسبة 5% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات العصر منتحس بنسبة 25% أما في ساعات المساء المتأخرة منتحس بنسبة 60% عطارت في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت بدينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم 29 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا ما في ساعات ما قبل الفجر لغاية ساعات الظهر بين الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن يظهر سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء حاول إنك تضبط أعصابك من ساعات الظهر وما بعد بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنت اليوم تبدأ في مرحلة ما بعد الظهر مرحلة بتكون فيها أضعف لأنها هاي يعني من أقل أيام الشهر حض فما تراهن على الحضوض أبدا وما تحسم أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب أهم شيء إنك تتوقع أن يكون في نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة وحاول إنك تعمل بشكل روتيني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إنكم ما تدخلوا بأي خلاف أو جدال ما بينكم وبين رؤسائكم بالعمل وما تخالفوا القوانين يعني الحفاظ على السمعة بكل معانيه أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شي إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل في نوع من أنواع الاتصالات والحوارات مع أشخاص قارج البلاد ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الآن وحتى ساعات الظهر وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات بالشوارع المفتوحة أما من ساعات الظهر وما بعد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية هذه فترة يعني متقلبة وممتزجة ما بين الصعوبة والسعادة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل النشاط على مستوى الأموال المشتركة لغاية ساعات الظهر فممكن أنك تتفحصوا حساب مشترك ولكن بتكتم تعنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وما تكفلوا وما تدينوا حد فلوس أما من ساعات الظهر وما بعد بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي عندهم اتصالات خارجية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيكم خبر نبعيد وبتنجحوا بأمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهمش أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك وحاول أنك تكون جاهز لتحمل المسئولية هذه فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وبرضو بيظل في نوع من أنواع الحوار ما بينكم وما بين الأزواج ولكن ضبط العصاب مطلوب جدا لغاية ساعات الظهر من بعد ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية خلال هذا اليوم أنتوا بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شي إنك ما تتذمر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وأهم شي إنكم ما تبادروا لعمل جديد من الآن وحتى ساعات الظهر حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لعلك ركز به شكل جيد وما تتهرب من عملك وأيضا انتبه لصحتك احذر من خلاف ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أما من ساعات الظهر وما بعد هنا القمر بصير مقابلكم تماما فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة أو الأزواج هاي فترى فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك حابب أني حذرك من عداية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل العاطفي قوي عندكم لغاية ساعات الظهر وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم أو إلى التجاوب معهم يعني الأجواء إيجابية فممكن ترفع عن نفسك بمناسبة ممكن يكون في خبر مفرح يكون في تعامل ما بينك وبين أحد الأبناء ولكن بدون فرض السيطرة والسلطة أما من ساعات الظهر وما بعد ببيد العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم مصدير هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم مش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وراعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً وحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب من نسبة لموليد برج العقرب طبعاً بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لأنه من الآن وغاية ساعة الظهر بيظل الاهتمام إلى علاقة بالبيت والعائلة والعقارة فحاول ضبط العصاب ممكن يصير في بعض العطال أو الاهتمامات المنزلية والعائلية أما من ساعات الظهر وما بعد بتجتازوا بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح موسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة ابتسم لأن الحظ اليوم رح يكون لجانبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا في نشاط بالاتصالات والحوارات اليوم ولكن اللي بدي يتقدم لا امتحان بده يركز بشكل جيد وخصوصا من الآن وحتى ساعات الظهر بالحوار والنقاش عند قدرة على الإقناع علي جدا ولكن من ساعات الظهر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي لأي أزمات وممكن تبدل رأيك حول عمر عائلي أو مستجد وبشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتحاولوا أن تخففوا من النفقات من الآن وحتى ساعات الظهر ممكن يجيكوا بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن فيه اهتمام لا سداد بعض الديون أو الدفعات أو بعض المشتريات أما من ساعات الظهر وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ما زال عندكم نشاط عالي جدا لغاية ساعات الظهر ممكن تبادروا العمل الجديد أو ممكن تواصلوا ما بدأتم به من قبل وبتظل النفسية ممتازة جدا وبتشعروا بطاقة كبيرة أما من ساعات الظهر هنا بصير الاهتمام على المستوى المالي وممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي ممكن تستعيد اليوم الثقة بنفسك ولكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر حاولوا أنه ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تبدأوا بشيء جديد أما من ساعات الظهر القمر بصير موجود عندكم فبتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بإمكانك تعزيز معنوياتك من جديد وممكن تتحمس لمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة وتعتبر من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء